طيب عايزين نقول انه علشان الخير على قدوم الوردين فيه اخبار كويسة هقول لكم عليها بس احنا برضو يعني منتظرين اكتر وزارة الزراعة اعلنت عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصدرة من الخضر والفكهة لدول العالم للموسم التصدير الجديد اللي هو خلال فترة واحد واحد 2018 لـ 28-03-2018 الصادرات زادت حوالي مليون ونص طن على فكرة وده اكبر رد على انه المنتجات المصرية فيها مشاكل وانه دول العالم رفضة استيرادها لكن الحكومة اشتغلت كويس على الملف ده وكانت النتيجة زيادة الصادرات يا مسهل طيب عندنا كمان عايزين نقول انه وزارة الزراعة طرحت كميات كبيرة من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم البلدي بمنافذها وطرحت كمان كتير من الاسماك بانواعها واللحوم المستوردة باسعار مناسبة اقل من الاسواق الخارجية بنسبة تقريبا من 15-20% لرفع العبء عن المواطن البسيط ومحدود الدخل واستعدادا لاحتفالات المصريين بعيد القيامة وشم النسين وكل سنة واخوانا المسيحيين بألف خير وكل سنة والشعب المصري كله طيب واحنا هنحتفل على فكرة فون القاهرة بشم النسين يوم الخميس بس على طريقتنا كده احتفال غريب كده شوية